هذا شوي أطوال نبدي بهذه وعليكم السلامة والبركاته دار بيني وبن الزميل لصاحبة صباحاً نقاش حول وظيفة أو دور المرأة داخل بيت الزوجية هل هي أي الزوجة ملزمة بكل ما تقوم في بيت زوجها من طبخ وتنظيف وتربية للأولاد أم غير ملزمة حيث أن الرجل أو الزوجة تحمل مسؤولية النفقة والعمل والكسب خارج والزوجة تحمل مسؤولية داخل المنزل ولذلك يقول الزميل زوجة على هل أساس حيث أن الفكرة السائدة في عقول المتزوجين أن الزوجة إذا لم تقوم بمسؤوليتها المتعارف عليها فهي ناشز وبالتالي تصبح من المستحيل العيش معها ومن هنا السقوط في متاهة المحاكم التي تعجب مثل هذه المشاكل المرجوع خلاصة توضيح للشباب المتزوج والذي هو في طريق الزواج وتحديد الأدوار والوظائف الشرعية لكل طرف حتى يسود جوم المعاشرة الحسنة اليوم والذي نسمعه وشي نقاشة عجيبة بكري كانت المراكي تزوج أراها وطنت على أنها تذهب للبيت لكي تقوم بأعباء البيت مباشرة ما تنقشي قعد زوج في القضية أنت على الطياب وتصبن وتربى الأولاد ما ما كايش والذوج عودك ما عمرو يفكر باللي المراد هي لغة دي تعدالها على فلوسها ولا قولها نفقي بشي حاجة شوخ عدال ملايير قام وشوخ عدال ورث من المليار خدام وما يرضاش باش تمشي هي تتنفق عليها أبدا فكان هذا النوع من التكامل حتى توخرنا اليوم وهبت علينا رياحه في ثقافة الغربية واصبح كل واحد يقول المرأة ليس من واجبها أن تقوم بشؤون البيت واسموا الدراسة دي تشوف المرأة يا تخلج تحوز الدرسة ككذا وتبقى تدخلها خارجها وش هذا بيت ولا فندق هالفكر هذا من ركو تجيبوه العالم يقرر بك الرب يعاونك باش إليك العلم باش تخربي بيتك واحد الصديق انت عارف الانجليز كان مسكين هنا أستاذ واخرب قابل مغريد صديق ديالي التنميذ ديالي اش دار اش دار دار شكون تزوج شكون تزوج شكون تزوج عندهم مو مره إذا قال يالله هاذ المعتزم المتحجب اللي كانت ماشي تخدم فيك الدردي اللي اعجازة تغسلهم بتقول هاذي تصلح ليه بالأمه ويوار الزي هذي هي داها نقل اسمعها شيئا ما تقال لها ان شاء الله تعالى ممرها خنازت وكذا زعمها أنا شكو قلك أنا مقدر هلا قل لي ولكي تعرفين هلا شديدك انا شتعملك الاجتماعي اللي كنت تديرهم على المسان اللي بعدات انا قلت مع امبغي قلت لولاك غالط اخدم امك كلها ريا المهم اعيا اعيا حضرت انا في واحد جنسة اعيا احضرت فوح الجنسة انا حاولوا انا اينا اه الدواء اللي معلمة اوين اه انا تقول كنتم ما ما تفهموش ثم ارا كنت عدى وعلمة اهو انا بأس جانا حسب لي هالحجاب حسب لي ياني راف الحقيقة اسمح لاسي محمد قال لي واسمه واسمه رأيك قلت له انا الرأي ديالي هو رأيك وش نقولك انا مغيتني انا اقول رأيك هو رأيك يلا قديت تصبر على هذ وتفوت حياتك هكذا زيت طلقها والله هنا مجلس اسمح في التعليم وراه في لندن يا المتحجبة اسمحوا لي معادي مش عالمتحجبة تكملي يعني هذا مثال يعني هذا اللي اللي كيقولوه باللي المرأة يلاقشوا لهالقضية واذا لك رأكو كنت تقشو مع الصباح ووراكو تقول له الشباب انا بنلول الشبك يخطب الشبك قول له اشوفي انا بغيتك تتقلسيني في الدار وتخطبي في الدار وتخبزي ودري 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 قبلوا لما قبلش اسمها قبلوا لما قبلاش قبلوا لما قبلاش قبلوا لما قبلاش اللينا ها السموات هذي يا 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 شيرينا يا صبرينا اتقلك لا انا ماذا قول له ابنتي ها الباب والله علي اللي دخلتي نجيبك انا قلت لقاو مره المره تقالي في الدار ولا تقع مع كل واحد او تدخليونا صحب او اسمه استخالي ما قد بزلحة انت استخالي نخافك ازيد استخالي غي تكلم احسابنا على الله غيروح اروحك اروح هذا قال لك يعني انا هذا شاف النبي عليه الصلاة فقبل يد النبي صلاة عليه وسلم وجا واحد قال له ادي هذا غشيطها هذا الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام نسأله ونقول له هل تعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم لانه نبي يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثله بي اي بصورته لكن يستطيع ان يتمثل بصورة اخرى غير صورته ويلبس على الانسان المسلم لكي لكي يصيبه بالغرور اه والله بصلى عليك يا حبيب يا رسول الله اذا ان شاء الله تبرك وتعالى هذا الانسان يكون يعرف النبي صلى الله عليه وسلم اولا انا ما كيشعر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده احساس كبير وغريب انه رسول الله يعني كيكون في ذاك الحلم واسمه عنده يقين بان هذا رسول الله هذا ان شاء الله دليل ايه اذا ادعوت بلغو يقولون الله من يحبك حدث بها من يحبك ما تقولهاش لأي وحد ايه يقوله على الأخوة وش انتهيت وش يقوله او دخلونا مش وره وحورة مستنوني باقي وحد واحد ايه وعا وعا ارحمك الله وعلا استزوج 2020 تحلو ذكرى وفاة المجاهد محمد عبد الكريم الخطابي ارجونه بذتين مجهزة حياتي جهادي ضد الاصبان لا احد يتحدث عن تاريخ هو نفسي يعني السؤال يدور فيه لان محمد عبد الكريم الخطابي ولا مقاومين ولا شكوري عرحم قريتوا اشي على التاريخ قريتوا او مش عاجة ماكيش لكن روحوا وشوفوا التاريخ انت محمد عبد الكريم الخطابي وماذا فعل بأعداء الله هل سيحب اعداء الله ان تتكلموا على الرجل مثل الخطابي ابدا الذي دوخ المسيحية باصنافها الثلاث ارثودوكس كاثوليك بروتستان في معركة انوال وهو بطل ما يسمى بمعركة اسمه حرب العصابات هو اللول تدرس باسم محمد بن عبد الكريم الخطاب ولم يستطيعوا انهاء المقاومة الا بقصف هذه المنطقة باش بالاسلحة الكيماوية التي لازل المغاربة لحد الان يعانون بالسرطانات وما طربوا بصباني ولا حتى بجي حاجة ولزال لازال يحد الان واسمه سبتة ومليلية وكذا تحتحك مشكل الاسبان انا شاب متزوج اعمل في السوق وانت تعلم عن السوق فهو مكان الدجال السوق هو مكان الدجال خرج الفتنة والعياذ بالله جميع الاجناس والفتيات عاريات والله العظيمة تأسف لهم لا يعرفنا دينهم الله ياخذ الحق ام كان السبب في لهذا الانحراف سؤالي هو هل نظرت واحد فيهم تنقذ الوضو اه تجدلت انا وصدقي هو يقول لا تنقذ الوضو انا اقول لا اه ودي بقات كويخ الوضو اكو تجدلوا على باشي ينقذ الوضو انا اقشوف قضية ما هو السبب في ان تحول بنتنا الى لحم يمشي عريانا ويثير الفتنة في الشباب سمعتوا اما شت النظرة الاولى هبط ثانية ولكن يديرت هبط ثانية وانت تتبع الكسوة وادخل لها هاك انت ادالها واحدة قد دخلت ما تقلع كسوتها واجي تقول وانت ماشي مزوج مش هذي خطار هذا شو اللي بنتك شتو استرا ولا لابساتها مكداي ولا مقطعي مقطعي اشترا السر والمقطع السر والمقطع وش مقطع ولا شو مقطع هو اللي غالي مشاري اشترا 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 بالليل تحت كين شوية البلل اشترا اشترا الله اشترا شكرا اشترا